مشاهدين التساعة صباحاً موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرفت فضل يدي شكراً لك جومانا التساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تمكنت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين حول المصاري الدستوري في ختام اجتماعيها بالقاهرة تمكنت من التواصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور وفي كلمتها في ختام أعمال اللجنة أعربت المستشرة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتواصل إلى حال سياسي دائم للأزمة الليبية مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة حول المصاري الدستوري شهدت مشاورات مكثفة ومنقشات إيجابية أطلقت وزير الثقافة إناس عبدالدهيم فعاليات مهرجان تل بسط الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وقالت وزير الثقافة إن الدورة الأولى لمهرجان تل بسطة للموسيقى والغناء ترسم صورة مضيئة للتعاون المثمر بين مؤسسات الوطن مشيرة إلى أن المهرجان يفتح أفاقا فنية جديدة ويأتي في مصاري تحديث خطط تحقيق العداية الثقافية والارتقاء بالوجدان كما أنه يأتي مواكبا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الهدفة إلى تحسين الأحوال المعيشية ونشر مشاعر التنوير سعيا لأعادة تشكيل الوعي وتنمية الإدراك باعتبار القوى النعمة إحدى الأدوات الفاعلة والإيجابية لتطوير المجتمع قال مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول سينقشان اليوم التعاون النووي والخطر الذي تمثله كوريا الشمالية خلال اجتماعيه الثنائي الأول وأضاف المسؤول الكبير في إدارة بايدن أن واشنطن مستعد للدبلوماسية مع كوريا الشمالية ومستعد للعمل مع دول أخرى في المنطقة للمساعدة في قضايا منها وضع جائحة كورونا الذي وصفه بالخطير للغاية في البلاد ذكرت وكات أنباء ينهب الكوريا الجنوبية نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الكوريا الشمالية أن كوريا الشمالية ثجلت أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بالحمى لليوم الخامس على التوالي يتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا هذا وأثرت موجة كورونا الحالية مخاوف بشأن النقص لقاحات وعدم توفر البنية التحتية الطبية الملائمة وأزمة غذائية محتملة وظهرت أعراض الحمى على ما لا يقل عن 219 ألف و30 شخصا حتى الآن ما رفع العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى مليونين واربعمائة وستين ألفا وستمائة وأربعين حالا اقترح الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها العملية العسكرية الروسية وأوضح زيلينيسكي أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط الأعمال وصفها بالعدوانية سيتعين عليها ثمن أفعالها مشيرة إلى أنه بمجب مثل هذه الاتفاقية ستتم مصادرات الأموال والممتلكات الروسية في الدول الموقعة ثم يتم توجيهها إلى صندوق خاص للتعويضات يتوجه الأسراليون اليوم إلى صندوق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ومن المقرر أن يشارك أكثر من 17 مليون شخص في التصويت على شغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 151 مقاعدا في مجلس النواب ونصف المقاعد وعددها 78 مقاعدا في مجلس الشيوخة هذا وأظهرت استطلاعات الرأي لوقت طويل تقدم حزب العمال في سباق الانتخابات لكن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعا في هذه الصدارة يتوجه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اليوم إلى العاصمة اليابانية توكيو في زيارة تستمر حتى 24 من مايو الجاري لمرافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة رسمية له الأسيا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس أن بلينكين سيلتقي خلال الزيارة معه رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو ويحضر قمة قادة الرباعية الدولية في توكيو مشهيرا إلى أن بلينكين سوف يكتمع كذلك مع نظره الياباني هاياشي يومشو يوشي ماسا حيث يبحثان ردود فعل العالم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى جانب بحث الملف الكوري الشمالي قال الرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن جهود الصين لتطوير مناطق في بحر الصين الشرقي أمر غير مقبول وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن الحكومة اليابانية تقدمت بشكوى ضد الصين عبر قنوات الدبلوماسية وكانت وزارة الخارجية اليابانية أكدت زيادة الجهود الصينية لتطوير الموارد الطبيعية في بحر الصين الشرقي بما في ذلك المناطق الوقاعة غربي نقطة الوسط بين اليابان والصين ختم موجز التاسع فاصل ورد لحلاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر